السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمد تحسين من قناة صرشاجي زيكم عاملين ايه اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله اه جايب لكم الفيديو او الساعة الجميلة دي اه ساعة اه تيسوت في ايت في ايت اه الساعة دي والله والله ما بهزر انا فعلا الساعة دي اه اشتريت منها يعني انا كزا مرة يبقى معيها الساعة دي مرتين من كتر ما انا بحبها اه تيسوت في ايت دي من الساعات اللي هي ليها ذكريات حلوة جدا معايا وكان دي من احلامي ان انا اشتريها الحمد لله الحمد لله وشكر الله انا في زعاد كتير قوي كانت من حلم من احلامي ان انا اشتريها والحمد لله اشتريتها دي كانت من ضمن احلامي تيسوت في ايت الميناء البيج المتل الحاجة المحترمة جدا الساعة دي جاي اقول لكم على قصتها الساعة دي اه انا اشتريتها من من حوالي اه تلت سنين او اربع سنين اربع سنين. اه كنت شاريها برضو من اوليكس. من واحد كان عرضها واشترتها منها. الساعة دي لحد الان شغالة معي وساعة دي محترمة جدا. الساعة دي شغالة بالبطارية. بطارية. اه وعرب ثواني اه تحت اه. عرب ثواني شغال اه تحت اه. تمام? الساعة دي اه الاضاءة بتاعتها الليلية اختراع يا جماعة والله ما بازق اختراع اه لونها حلوة جدا. يعني انتم لو مسشين مسلا تلاقوا الاضاءة بتاعتها حلوة جدا. لو انتم مسشين كتوا في شمس وروحتوا دخلتوا في ظلمة. هتلاقي الاضاءة دي عالية جدا. اه الساعة دي يعني اه فيها اصد فيها اكتر من عددات. اه العدد لو انا اضطت على ده كده. العدد الكبير ده هيعد اه يتحرك. بعد ما ياخد لفة كده اه يعني اللفة كلها. العدد ده هيجي يمين اللي هي ديئة. يعني هو كده خد ديئة. اه الساعة دي اه تلاتة واربعين او اربعة واربعين مقاس تلاتة واربعين او الساعة دي يعني بتاعها يعني مقوم للخدش. اه حتى بتاعها اه يعني مش بيتقفل مش سكرو داون لأ كده اللي هو في سكرو داون يعني سكرو داون يعني بتقفل يعني تضغط عليه كده يتقفله في تقفل لكن هو ده الكراون ده عادي يعني عادي كده. او اللي هي الحاجات اللي هي البوشر دي اللي هي الضغطات او اللي هي اللي انت بتحرك بهم العددات. دي برضو من المتال. المتال بتاعها بصوا بصوا السماكة او السمك بتاع المتال عامل ازاي? بصوا سمك يعني العقل عامل ازاي? اه وكمان فيها اه اماكن ان انت تقلل او يعني تديق او توسع الاستيك. وكمان الاستيك بتاعها اسمه او انت بتقفله كده. اهو وبعد كده تروح اقفل عليه دي كمان. فاسمه يعني ده امان الامان يعني مش هيفك خالص يعني ده تقفل عليه كده اهو. وبعد كده تروح اقفل دي كمان. فكده استحال ان هو يفك. استنا عشان ما عنديش ضغافر. اهو بس اهو فكيت اهو بعد كده تروح اعمل دي كده. ما يقول لك شديد يعني افل شديد افل مش مش قليل بس افل قوي جدا يعني ده عاجبني جدا في الساعة دي. اه الساعة اهي سابفار جلاس والووتر رزيستنت بس طبعا دي ما يفعلها دي بكبيرة كاوة تتوضي بيها يعني. والريفرنس نمبر بتاعها موجود على الساعة اهو. اهو الريفرنس نمبر موجود على الساعة. اه بس كده اه الساعة دي انا من عشق يعني من عشق الساعة دي. البزل كمان بتاعها ما بتحركش. البزل ثابت او اللي هي الاطار اللي حوالين الساعة المكتوبة على الارقام ده ثابت. اه ساعة محترمة جدا بجد بجد. اه ساعة فعلا فعلا يعني. يعني لو عند واحد هيكو فعلا فعلا ساعة دي هتفرق كتير قوي. يعني شكلها شيء جدا كمان في اللبس وفي كل حاجة. اه بصوا لو تلاحظوا بعد الملفات البتاع ده ملف لفتين دي وقفت عند ديتين. او ما جاء تدوس عليها تاني كده. كده تدست على العرب ده وقف. اروح دايس دوس هنا كمان. كل حاجة رجعت في مكان. ساعة دي بجد بجد انا بحبها جدا. ولو عندكم الساعة دي كتبولي في التعليقات. اتمنى يعني. ولو عندكم ساعات قريبة منها بكتبولي برضو تعليقات. وانا اعمل لكم فيديوهات عنها. وشكرا جدا لكم. وما تنساش تعمل لايك. يعني اتمنى تعمل لايك وتشترك معا في القناة. ده لدعمي. شكرا جدا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.